اشتركوا في القناة لكن قبل أن نتطرق إلى هذا النموذج إذا كنتم لأول مرة تشاهدون قناتنا التعليمية تلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وكذلك تفاعل الجرس لكي يصلكم كل جديد وبدون إطالة وعلى بركة الله لنتعرف على التمرين الأول الذي يكون على نقطتين يقول أجب بصحيح أو خطأ أول عبارة هي عند زيادة الجهد العضالي تنقص دقات القلب صحيح أو خطأ ثانيا يسبب سوء التغذية مشاكل صحية مثل السمنة والهزال صحيح أو خطأ دقات القلب متلازمة مع النبض صحيح أو خطأ أخيرا النبض يمكن جسه في مكان واحد فقط في الجسم صحيح أو خطأ التمرين الثاني نقطة ونصف يقول اربط كل غذاء مما يليء مع مجموعته الغذائية إذن على اليمين لديكم الغذاء وعلى اليسار لديكم مجموعة غذائية ننتقل الآن إلى التمرين الثالث والذي يكون على ثلاثي نقاط يقول صنف حيوانات كل مجموعة حسب جدولها المجموعة ألف حيواناتها هي الثعبان الحصان السمك الكلب الضفدع والعصفور كل حيوان صنفوه حسب نمط تنقله لديكم المشي الركض القفز الزحفة الطيران والسباحة أما المجموعة لدينا الحمامة الدب البقرة القنفذ الجمل والقط صنفوها إلى حيوانات أخمصية أو حيوانات أصبعية أو حيوانات ذات حوافر أما التمرين الرابع على ثلاثي نقاط ونصف أول سؤال فيه يقول كالتالي أكمل من الفراغ بما يناسب لديكم هذه الفقرة يستجيب القلب لزيادة الجهد العضلي بزيادة فراغ وعند زيادة الجهد العضلي لديكم فراغ دقات فراغ وفراغ النبض وعندما ينقص الجهد العضلي فراغ القلب فراغ العادي ثانيا أضع نقطة حمراءة في منطقة تحسس نبض القلب في كل صورة لديكم صورة يد ولديكم صورة العنق الآن وبعدما أن تعرفنا على هذه التمرينات ما على التلمير إلا أن يأخذ وراقة مزدوجة ويحاول الإجابة أولا ثم يعود إلى هذا الفيديو لكي يكتشف الإجابات الصحيحة معي وبدون إطالة وعلى بركة الله لنقم أولا بحل التمرين الأول بحيث نجيب بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة أولا عند زيادة الجهد العضلي تنقص دقات القلب عبارة خطئة بل تزيد ثانيا يسبب سوء التغذية مشاكل صحية مثل السمنة والهزال عبارة صحيحة فنكتب صحيح ثالثا دقات القلب متلازمة مع النبض أيضا عبارة صحيحة وأخيرا النبض يمكن جسه في مكان واحد فقط في الجسم عبارة خطئة بل يوجد عدة أماكن يمكن أن نتحسس به النبض إلى تصحيح التمرين الثاني بحيث نربط كل غذاء مما يلي مع مجموعته الغذائية ونبدأ أولا بالجبن هو في مجموعة الحليب ومشتقاته العصير متواجد في مجموعة الماء والمشروبات السمك هو من بين اللحوم الزبدة متواجد في مجموعة الدهون التفاح في مجموعة الفواكه والخضار أما العدس في مجموعة الحبوب إلى تصحيح التمرين الثالث الآن حيث سنصنف كل حيوانات من كل مجموعة حسب الجدول نبدأ بالمجموعة ألف لدينا الثعمان نصنفه حسب نمط تنقله وهو الزحف إلى الحصان هو يتنقل بالركض أو الجري السمك يتنقل بالسباحة الكلب يتنقل بالماشية الضفدع يتنقل بالقفزة وأخيرا العصور يتنقل بالطيران إلى الحيوانات المتواجدة في المجموعة ونبدأ أولا بالحمامة هي من الحيوانات الأصبعية فهي تتنقل كما تعلمون بالأصابع الدب من الحيوانات الأخمصية أي براحة القدم البقرة من حيوانات ذات الحوافر القنفذ من الحيوانات الأخمصية الجمال أيضا من حيوانات ذات الحوافر ثم القط من الحيوانات الأصبعية إلى التمرين الرابع والأخير حيث أولا سنكمل الفقرة كما يلي يستجيب القلب لزيادة الجهد العضلي بزيادة نشاطه وعند زيادة الجهد العضلي تزداد دقة القلب ويتسارع النبض وعندما ينقص الجهد العضلي يستعيد القلب نشاطه العادي إلى السؤال الثاني من هذا التمرين بحيث نضع نقطة حمراء في منطقة تحسس نبض القلب نبدأ بالصورة على اليسر وهي صورة اليد دائما نتحسس في المعصم إذن سوف نضع نقطة حمراء في هذه الجهة أما في ميخص العنق سنضع نقطتين لدينا هذه الجهة العليا من العنق وأيضا الجهة السفلة من العنق